ثم إن ذا القرنين أتبع سبباً آخر وسلك طريقاً آخر وسار حتى بلغ بين السدين ما صورة ذلك المسير؟ وما صورة ذلك الانتقال؟ ذلك شيء لم نحط به خبراً لا نعلم عنه شيئاً مكناهم فيما إن مكناكم فيه مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم كان شيئاً عجباً في الآية عجب وتعجيب أو في هذا الموضع من القرآن عجب وتعجيب على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى بلغ ذو القرنين بين السدين بلغ بين السدين والسدان جبلان السد هو الجبل هو الجبل العظيم بلغ تلك المنطقة بين السدين ووجد أمام السدين قوماً أولئك القوم كان حالهم مختلفاً عن القوم الأول وعن القوم الثواني فكان حالهم أو كانت حالهم مختلفة لا يكادون يفقهون قولاً كانوا من الغرابة بمكان بحيث إن لغتهم كانت لغة مختلفة عن لغة ذي القرنين وذلك يدل على أن ذا القرنين سار أو قطع مسافة ليست قصير وإنما هي مسافة طويلة حتى بلغ مبلغاً أو بلغ قوماً لم يكن ذا القرنين يعرف لغتهم ولا من كان عند ذا القرنين يعرف لغتهم ولا شك أن الملوك كانوا يتخذون المترجمين الذين يترجمون لهم كلام الأقوام فلا شك أن ذا القرنين كان متخذاً مترجمين إلا أن ذا القرنين والمترجمين لم يفقهوا أو لم يفهموا لغة أولئك القوم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً لا يكادون يفقهون قولاً لأن لغتهم كانت مختلفة عن لغة ذا القرنين ومترجمين ومن كان عند ذا القرنين وقد يدل هذا على طول المسافة التي قطعها ذا القرنين حتى وصل إلى أولئك القوم ولغة أولئك القوم كانت مختلفة عن لغة ذا القرنين ولغة مترجميه والظاهر أن أولئك القوم كانوا أيضاً لا يخلون من بطء في الفهم فإن ما لا يفهم باللسان يفهم بالإشار ويفهم بالقرائن ولذلك كانت حيلة أولئك القوم قليلة أو معدومة حتى تغلب عليهم قوم فلم يستطيعوا ردهم ولا الدفاع عن أنفسهم وقد علم هؤلاء القوم أن ذا القرنين أوتي من القوة والتمكين ما يجعله قادراً ما يجعله قادراً على إيجاد حل لهم يحول بينهم وبين عدوهم بحيث لا يستطيع عدوهم أن يصل إليه ولذلك قالوا يا ذا القرنين بعد أخذ ورد ولأي حتى وقع الفهم بين الفريقين فهم من قولهم أنهم يقولون لذي القرنين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قومين مفسدون في الأرض يفعلون بنا الأفاعين يغيرون علينا فيقتلوننا ويفسدون في الأرض ويخربون أسباب معيشتنا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ولا يرجعون عن فسادهم ولا يتوقفون فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً نجعل لك خرجاً نصيباً سنوياً مما ننتج ونزرع ومما عندنا من الأموال نجعل لك هذا الخرج كل سنة مقابل ما ستقوم به لنا وهو بناء سد بيننا وبين هؤلاء القوم بحيث لا يستطيعون أن يصلوا إلينا فنستريح من شره فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ماذا قال لهم ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير لا أريد خرجاً لا أريد شيئاً من أموالكم وأرزاقكم فما مكنني فيه ربي خير ما آتاني الله خير مما آتاكم خير من خرادكم بل خير من كل شيء عندكم فأنا لا أحتاج إلى خراد ولا أحتاج إلى مال ولكن أفعل لكم ذلك تبرعاً أفعل لكم ذلك تبرعاً ولكن عليكم أن تقوموا ببعض الأشياء أراد ذو القرنين أن يحركهم وينفض الكسل عنهم بحيث يتعلمون كيف يحتالون لأنفسهم ويصدون عدوهم عنهم فقال لهم أعينوني بقوة سآمركم بأشياء قوموا بتلك الأشياء فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً والردم هو الحاجز العظيم والظاهر أنه الحاجز الذي يكون طبقة بعد طبق وطبقة بعد طبقة أجعل بينكم وبينهم ردماً شيئاً أكبر من السد أو شيئاً أعظم من السد وهذا هو شأن الملوك فإنهم يعطون فوق ما يسألون الردم هو الحاجز العظيم الذي لا يمكن لعدوكم بعد ذلك أن يصل إليكم عدوكم بعد ذلك لا يمكن أن يصل إليكم آتوني زبر الحديد هذه هي القوة أعينوني بقوة آتوني زبر الحديد والزبر قطع الحديد زبر والواحدة زبرة والمراد قطع الحديد بحيث تكون كل قطعة في مقدار الحجر الذي يبنى به أو في مقدار ما يبنى به من حجر وطوب وغير ذلك من الأشياء التي يستعملها الناس في بنائه آتوني زبر الحديد فناولوه المراد أن يناولوه فناولوه زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين والصدفان جانب الجبل ساوى بين جانبي الجبل بذلك البناء بتلك الزبر من الحديد حتى ساوى بين الصدفين بين جانبي الجبل قال له منفخ والظاهر أنه هيأ من الأسباب ما تجعل تلك الزبر تحمى بحيث تكون حامية كالنار لأنه يريد أن يخلطها بغيرها حتى يكون ذلك الحاجز قويا فهيأ من الأسباب ما يجعل تلك الزبر من الحديد تحمى ولذلك قال له منفخ فلما نفخ أخذ ذلك الحديد يحمى حتى صار يشبه النار من شدة حرارة حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا ساخنا سخونة شديدة حتى كأنه النار قال آتوني قطرا والقطر هو النحاس المذاب قال آتوني القطر القطر هو النحاس المذاب ماذا يريد بالقطر يريد أن يفرغ القطر يريد أن يفرغ النحاس المذاب على تلك الزبر من الحديد بحيث يمتزق الحديد والنحاس حتى يكون شيئا واحدا وعند ذلك يكون ذلك الرد في غاية القوة والصلابة وذلك شيء أعظم من السد لا شك في ذلك ولا ريب حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا مذابا فآتوه القطر وأفرغه على تلك الزبر من الحديد حتى صار القطر وزبر الحديد شيئا واحدا وامتزج كل واحد بالآخر وصار ذلك الرد غاية في القوة والصلابة جاء عدوهم كعادة يريد أن يغير عليهم ويقتحم عليهم أرضهم ليقتل ويفسد ويغتصب ممتلكاتهم ويأخذ أموالهم إلا أنهم وجدوا هذا الردم أمامهم فما استطاعوا أن يظهروا ما استطاعوا أن يتسلقوا ويقتحموا ذلك الردم ما استطاعوا أن يتسوروا لماذا؟ لأنه كان عاليا وكان أملس وبسبب ملاسته لم تستطع أرجلهم وأيديهم أن تثبت فيه لم تستطع فما استطاعوا أن يظهروا ما استطاعوا أن يتسوروا من أعلى لشدة علوه ولملاسته وما استطاعوا له نقبة ما استطاعوا أن يثقبوه أيضاً بحيث يجعلون ثقباً يستطيعون أن ينفذوا منه ما استطاعوا ولذلك لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أولئك القوم الذين كانوا يظلمونهم وقد رأى ذو القرنين ورأى أولئك القوم أن عدوهم لم يستطع أن يصل إليهم فقال لهم ذو القرنين هذا رحمة من ربي هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بكم هذا رحمة من ربي عليكم أن تشكروا الله عليكم أن تشكروا الله هذا الفعل ليس فعل ذي القرنين وإنما هو رحمة الله ساق الله تبارك وتعالى إليكم عبده فعمل ما عمل بأمر من الله هذا رحمة من ربي ولكن لا تتعجب من صلابة وقوة هذا الردم فإنه يوم القيامة يكون دكا أو يجعله الله دكا منبسطا مستويا بالأرض كأنه لم يكن شيئا مذكورا حاله حال غيره من الموجودات فإن الجبالة دك فإذا جاء وعد ربي وهو يوم القيامة جعله دكا وكان وعد ربي حقا فهذا هو الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى من شأن ذي القرنين